بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلت تهنئة أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط يبذلون كافة الجهود للؤفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أماناتها للحفاظ على عزة والشموخ الدولة المصرية مشددا على أن وحدة ناسي جنة الوطني هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الخاضري جيلا بعد جيل كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان الحرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابة ودروس الثاني بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها مماثلا لتهنئتهم